اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي فات في الجامعة وكان في اللقاء الاول الشهري اللي هو الفيس توفيس وتكلمنا فيه في بعض النقاط وطبعا كان الحضور قليل وانتوا طبعا انتم قرارين من زمان يعني ان المحاضرات والحاجات دي بالنسبة لكم ملهاش قيمة يعني فده قراركم وانتم احرار في يعني لكن في الظل التطورات الاخيرة وان اصبح الانتساب ليهم اعمال سنة فاعتقد ان هذا القرار منكم يحتاج الى مراجعة يعني في الظل ان اصبح ليكم درجات على المشاركة وعلى اصبح ليكم درجات على المشاركة وعلى التكلفات اللي هنطلبها والكلام ده فطبعا الموضوع اصبح يختلف وفي كل الاحوال برضو ده قراركم يعني انتم يعني في كل الاحوال انتم شوفوا ايه اللي انتم يعني عندكم قناعة فيه بس كل اللي انا قدر اقوله ان انا لازم ابلغكم برضو بكل حاجة بتتغير في التقييم عشان ده دوري ان انا لازم برضو اقولكم اللي فيه الصالح ليكم فين يعني المهم ان احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم في الفرق بين النمو والتنمية وهنحاول نبدأ في النظرية الكلاسيكية تمام فبنقول ان كتير من كتب التنمية الاقتصادية ظلت لسنوات كثيرة بتعتبر ان النمو الاقتصادي هو نفسه التنمية الاقتصادية ولكن الواقع بيقول ان هم مش متطابقين وان فيه اختلاف يعني لان مصطلح التنمية الاقتصادية اللي هو الاقتصادية بيختلف اختلاف جوهري بينه وبين الاقتصادية او اللي هو النمو الاقتصادي والسبب في الكلام ده في وجود هذه الاختلافات الجوهرية ان النمو يعتبر هو المفهوم الضيق للتنمية لان هو بيوضح جزء من التنمية وليس كل ما هو مطلوب من عملية التنمية الاقتصادية فبنقول ان قبل السبعينات قبل السبعينات من القارن العشرين كان بيسود مفهوم هو المفهوم التقليدي او الضيق للتنمية الاقتصادية والمفهوم التقليدي او الضيق للتنمية الاقتصادية ده اشار اليه عديد من الاقتصاديين منهم هيجنز وماير ورومر وستيرن وتداره من اهم المراجع اللي بيرجع لها اي حد عايز يكتب في التنمية الاقتصادية تداره ده مرجع رئيسي في التنمية الاقتصادية بنقول ان هما كانوا بيقولوا وفقا لتصورهم هما وقناعتهم كانوا بيقولوا ان التنمية بتحصل اذا كان الاقتصاد لاي دولة لديه القدرة على تحقيق زيادة سنوية ومستدامة في الناتج القومي الاجمالي او في متوسط دخل الفرد او نصيبه يعني من الناتج المحالي الاجمالي بنسبة تتراوح ما بين 5% الى 7% ده اللي هم معلوم وقالوا ايضا ان بيستخدم معدل النمو الحقيقي كمؤشر بديل التنمية الاقتصادية والحقيقي هنا بيختلف عن الحقيقي اللي انتو عارفينه الحقيقي اللي انتو عارفينه ان انا مجحس بالدخل القومي النقدي والدخل الحقيقي ان انا استبعد اثر التدخم ان انا اشوف الفرق الاسعار وارتفاع الاسعار واحاول اسبت او اعزل اثر التغير في السعر لكن هنا في النمو التنمية بيكلموا عن الحقيقي ان هما بيقرنوا ما بين معدل النمو في الدخل القومي او في الناتج القومي ويقرنوا بنمو السكان يشوفوا هل نمو الناتج ونمو نصيب الفرد من الناتج بمعدل اعلى من معدل نمو السكان ولا ايه اللي بيحصل فيبقى الحقيقي هنا ان انا اقرنوا بمعدل نمو السكان وليس المقصود بيها ان انا الحقيقي ان انا اقرنوا بمعدل اتضخم وارتفاع الاسعار تمام طيب بنقول برضو بنقول ان حتى لو كده حتى لو خلنا بالحقيقي قرنناه بمعدل نمو السكان فما زال هناك مشكلة ايضا لان برضو ده مش تنمية لان ده برضو مش تنمية ده برضو ما زال نمو لان عملية التنمية عملية التنمية الاقصادية فيها تغيير هيكلي فيها تغيير هيكلي وفيها تغيير مخطط لهيكل الانتاج والعمالة وزي ما هم كانوا بيقولوا برضو ان المفروض لان كانوا شايفين معظم الدول النامية بتعتمد على نشاط الزراعة زي ما قلنا في خصائص التخلف كانت بتعتبر الزراعة هي القطاع الاساسي فبيقولوا انتوا عشان تعملوا تنمية اقتصادية حقيقية قللوا مساهمة الزراعة وزودوا مساهمة الصناعة والخدمات ووفقا للكلام ده بقت استراتيجيات التنمية بتركز على زيادة التصنيع على حساب التنمية الزراعية فوصلنا برضو الى وضع صعب جدا وصلنا في كتير من الدول النامية منها مصر ان اصبح يعني اكتر من نصف الغذاء اللي بيستهلكوا السكان بيتم استيراده ودي طبعا وضع صعب جدا ووضع غير مقبول يعني فبنقول يبقى هما قالوا لنا كده هما قالوا لنا عشان تعملوا تنمية لازم تعملوا تغيير مخطط لهيك الانتاج والعمالة فبقت العمالة زي ما هما قالوا برضو بقت تهاجر من الريف الى الحضر زي ما هنشوف في مشاكل النمو والتنمية العمالة بقت تترك الزراعة وتأتي الى المدن للعمل في قطاع الصناعة والخدمات طيب فاستراتيجيات التنمية وفقا للكلام ده والتصور ده اعتمدت على وركزت على زيادة التصنيع على حساب التنمية الزراعية طيب من نتائج المفهوم ده من نتائج المفهوم ده وده اللي خلاهم قالوا لازم نغير مفهوم التنمية وما بقاش النمو وهو التنمية ان استطاعت بعض الدول النامية فعليا تحقيق المعدلات الكمية المستهدفة اللي هي من 5 ال 7% اللي قالوا عليها دي ولكن ولكن مستوى المعيشة مستوى المعيشة للغالبية العظمى من السكان لم يتغير الفقراء ظلوا فقراء الناس اللي مش لقيا فرص عمل ظلت كما هي لا تجد فرصة عمل فبالتالي اصبح هناك ضرورة ضرورة لاعادة سياغة المفهوم الخاصة بالتنمية وتغيير الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية تمام؟ طيب عايزة اسأل حضراتكو بقى هنا سؤال عايزة اسأل هنا سؤال وأنا مش هدخل حد على فكرة يعني مصطفى يوسف هو في اللوبي وقاعد ويتنج أنا مش هقدر أدخل لأن أنا قبل كده لما كنت بدخل ناس ما عرفش فيه حاجة في السيستم كانت بتخليهم يعملوا مشاكل في البرنامج فأنا مش هسمح معلش اللي داخل بشكل تلقائي وفقا للإضافة اللي تمت من إدارة والناس المختصين فهو ده اللي أنا هتعامل معاه لأن السنة اللي فاتت والترمي اللي فات لما حاولت أدخل الناس وأسمح بالدخول للناس اللي موجودة في اللوبي حصل مشاكل في المحاضرة فأنا معلش بعتذر لك يا مصطفى فبنقول يعني أوريك وبس كده الميتنج فيها اتناشر اتناشر من حضراتك وهم نفسهم لاتناشر شكلهم كده اللي كانوا معانا المرة اللي فاتت الاتناشر دول اللي هم أميرة أميرة جمعة وهمد محسن وأسماء أسماء وحاتم وإسراء 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 إسراء مش عارفة دخلها مرتين ولا هي إسراء وإسراء بقى مختلفين هنشوف برضو لما نشوف الإسم بالتفصيل ومحمود الحسيني ومريم مريم كمال ومريم محمد هم هم دول اللي حاضرين تمام عشان محدش يزعل مني في درجات اللي هي العشرين درجة اللي أنا بقول عليهم لأن أنا بقول له وأنا برضو هدي فرصة للناس إنها تعرف لأن مش بقولهم الناس كلها مرتبة دماغها على إن ما فيش أعمال سنة وهنيجي فجأة نقول لهم في أعمال سنة وإن حسابهم عليها يعني بس أنا بعرفكم برضو إن إحنا ما زلنا اللي بيحضر هم 12 طالب عشان تبقى الدنيا واضحة لحضراتكم أنا هحاول طيب هحاول أدخل راح فين يوسف ده ده مصطفى ها هاول أدخله كده من هنا ونشوف ونشوف هيحصل إيه السؤال بقى إيه رأي حضراتكم هل فعلا يكفي إن أنا أقول إن متوسط دخل الفرد إحنا قلنا في المحاضرتين اللي فاتوا وقلنا حسبيا ده مش مقبول لما جاء أقسم الدخل القومي على عدد السكان وقل متوسط دخل الفرد مثلا كذا ألف دولار في السنة إن ده غير وقعي طيب هل الناس بتوعي التنمية لما قالوا برضو إن إن إحنا يكفينا إن إحنا معدل نمو الناتج القومي والنتج المحلي والنمو نصيب الفرد إن ده لا يعكس التنمية وإن في دول قدرت تحقق الكلام ده وظل الفقراء فيها كما هما وظلت مشاكل التنمية كما هي في إيه رأيكم إحنا محتاجين إن نحسن إيه مع تحسين نمو الدخل ممكن يا دكتور مسلا قدر ممكن نحسن مستوى المعيشة والتعليم أهم حاجة تمام التعليم برضو كعمل مهم شكرا يا كي أميرة بس أنا بقصد إن أنا هحاسب الدولة لما يجي قارن بين الدول على عمل تنمية حقيقية وفقا لمعيار إيه يعني اللي انت بتقولي ده مهم جدا ومتطلب أساسي للتنمية زي ما احنا قلنا كتير فعلا محمد محمد جمال رفع إيد وتفضل يا محمد دكتور ممكن نحسن قطاع الصناعة والخدمات سؤال المحاضرة مثلا ما احنا هنحسنهم بس في نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها عشان نكون فعلا بنعمل تنمية حقيقية ما هم ده اللي هم قالوا انت ايه رأيك المفروض نقول لهم لا انتوا نسيتوا تعملوا ايه طيب عشان انتوا بردو لسه يعني صحيين من النوم الصبح فما فيش داعي ان انا ايه ازعبكوا اكتر من كده هحاول اقول لكم انا هم اعترضوا عليهم وقالوا لهم المعايير يجب ان تشمل ايه احنا زي ما بنقول فعلا زي ما بنقول ان الواقع الواقع أثبت ان الدول قدر يتحقق المعدلات الكمية لم تقترن فيها هذه الزيادات في معدل النمو بتغيير مستوى معيش للسكان فقالوا لهم يا جماعة المفهوم التقليدي والضيق ده مش كافي ده غير كافي ولابد من تغييره عشان يشمل متغيرات اخرى متغيرات الاخرى دي معناها ان احنا عايزينكم تعيدوا تعريف التنمية الاقتصادية فقالوا لهم عشان يتم اعادة تعريف التنمية الاقتصادية يجب ان تشمل يجب ان تشمل ازالة او تخفيض الفقر يبقى هنعمل تغيير هيكلي في الناتج وفي الانتاج ونزود نصيب الصناعة ونزود نصيب الخدمات مع مع التأكيد على اهمية خلق فرص عمل خلق فرص عمل يعني الناس تجد فرص عمل بما يخفض ويزيل الفقر يبقى التعريف الجديد هيشمل ازالة او تخفيض الفقر ويشمل ايضا ازالة او تخفيض عدم العدالة في توزيع الدخل ويشمل ايضا ازالة او تخفيض البطالة وهنا لو شغلت الناس لو شغلت الناس ووجدت لهم فرص عمل فبالتالي اصبح عندهم دخل من هذه الفرصة فبالتالي هقلل الفقر وممكن اقضي على الفقر ولما هقلل الفقر فبالتالي انا هحسن من توزيع الدخل مش هيبقى فيه ناس مش لقية تمام فبالتالي فبالتالي هيبقى عندي فعلا اقتصاد بينمو نمو حقيقي وابتحدث فيه تنمية حقيقية وبدأ يظهر شعار جديد اسمه اعادة التوزيع من النمو ما هو المفروض النمو كده شاركت فيه كل اطراف المجتمع كل عوامل الانتاج شاركت فطالما كل عوامل الانتاج شاركت ففعل لا ابدا اهلا بك فبنقول فمعنى كده هيحصل فعلا اعادة توزيع من النمو واصبح هذا الشعار هو الشعار السائد ان عشان احسن المتغيرات دي كلها احسن حالة الفقر وخلي الناس تخرج من دائرة الفقر وحسن حالة البطالة وحسن حالة عدم العدالة في توزيع الدخل فلازم يكون فيه اعادة توزيع من النمو واصبح ده الشعار السائد تمام طيب اه فبنقول بقى يبقى احنا كده اتفقنا عشان برضو الاسئلة سواء كانت الميترم او الفاينال بقى لان احنا مش عارفين لسه هنعمل الميترم ولا هنعمل ايه بالنسبة لكم فبرضو كل ما اعرف يعني معلومة في الوضع الجديد بالنسبة لكم احاول ابلغكم بها ونحاول نرتب امورنا عليها يعني اه المهم ان البي يجي اسئلة كتيرة في موضوع الفرق بين النمو والتنمية ولازم نكون عارفين ان فعلا ان النمو والتنمية اه في اختلاف واضح بينهم واهم حاجة ان الموضوع مش تغير هيكلي بس لا ده لازم استهدف استهدف التلات مشاكل الاساسية اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفقر والبطالة وعدم العدالة في توزيع الدخل لازم احل دول طيب النظرية الكلاسيكية والنمو الاقتصادي النظرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي اختلفت هنا الفكر في الموضوع ده يعني انتو خدتوا مثلا نظريات الكلاسيك في التجارة الدولية لكن في النمو هنا هنلاقيهم بيقدموا افكار مش بيقدموا نظريات يعني هنشوف افكار ادم اسميس وافكار ريكاردو وافكار مالسس والكلام والكلام اللي هما بيقولوا ده لكن مش هنلاقيها مبدأ او نظرية زي التجارة الخارجية مثلا فعايزة اسألكو برضو كده واعرف قبل ما تشوفوا السلايد اللي انا هوريها لكم يعني احنا هنبدأ بادم اسميس هل فكر ادم اسميس في التجارة الخارجية والنظرية او المبدأ اللي قدمه لتفسير التجارة هل هيأثر على الافكار اللي هيقدمها في النمو والتنمية وهو قال ايه اصلا في التجارة حد فيكو فاكر؟ نا رزالية الميزة المطلقة دو برافو عليك برافو عليك صح زي ما محمود محمود الحسيني قال ان ادم اسميس هو صاحب مبدأ او نظرية الميزة المطلقة وادم اسميس يا محمود كان ليه مبدأ تاني مهم جدا اللي هو تخصص وتقسيم العمل هو قال ان التخصص وتقسيم العمل هيحسن من انتاجية العمالة كلما كان العامل اكثر تخصصا هيكون اكثر مهارة فده هيحسن الانتاجية دي ايه بقى اللي اثرت على فكره في النمو والتنمية تمام؟ طيب فانا بشكر محمود فعلا على الاضافة اللي قالها بعد كده شكرا بعد كده في عندنا ديفيد ريكاردو انتو برضو عارفين ولانتو خدته في نظرية التجارة الخارجية وفي اقتصاديات التجارة الخارجية ديفيد ريكاردو كان ليه برضو مبدأ في تفسير التجارة وكان المبدأ بتاعه ده برضو اثر على فكره في التنمية فاميرا كانت عايزة تقول حاجة تقريبا او في حد تاني غير اميرا فضالي اميرا الميزة النسبية لديفيد ريكاردو راضي عليك طيب ديفيد ريكاردو لما قدم الميزة النسبية دي كانت في تفسير التجارة بين الدول وبين الشمال والجنوب وكان مبدأ الميزة النسبية يعني حل حاجات كتير او كان اكثر واقعية في تحديد هيكل واتجاه التجارة الدولية والمكاسب من التجارة ولكن هو بقى هو في التنمية اكد على اهمية التجارة الخارجية في احداث النمو والتنمية فهو بدأ يربط التجارة الخارجية بالنمو والتنمية يبقى احنا كده اهو انتوا ما شاء الله فاكرين هم من ادم اسميس ومن ديفيد ريكاردو واحنا لما بنيجي نتكلم عنهم بقى في التنمية نحاول نشوف مدى مدى وجود افكار مشتركة بين الاتنين في تحليلهم خلاص طيب بنقول بنقول ان في نموذج من المعادلات هذا النموذج هذا النموذج من المعادلات اللي هو بيوضح العلاقة ما بين المتغيرات الاقتصادية في الدولة هو تحقيق النمو والتنمية المعادلات دي هي فعلا بتوضح قد ايه قد ايه الفكر الكلاسيكي قريب حتى من النظريات الحديثة اللي هنشوفها بعد كده هما بيقولوا ان الواي الواي is a function of l k n and t الواي طبعا اللي هي الناتج للدولة الناتج الكلي والواي هنا معناها ان هي هتتأثر بي function of يعني ده اللي فيه او تتأثر بي ال l اللي هي ال labor اللي هو العمل والk اللي هي ال capital اللي هو رأس المال وطبعا انتوا دايما بتعودوا تخنقوا معايا تقولوا لي ال capital بال c مش بال k بس كل كتب الاقتصاد والتنمية بترمز الى رأس المال بالرمز k ال n اللي هي natural resources اللي هي الموارد الطبيعية وال t for technology فهم بيدعوا الكلاسيك الكلاسيك بيقولوا ان عشان يحصل نمو وتنمية فو عشان يزيد الناتج لأي دولة فده هتأثر بي قوة العمل اللي عند الدولة ورصيد الدولة من رأس المال والاصول الرأس المالية والموارد الطبيعية المتوفرة لهذه الدولة ومدى وجود تقدم تكنولوجي في هذه الدولة وده طبعا مازال قائم حتى وقتنا الحالي طيب المعادلة التانية بقى المعادلات دي معادلات دي معادلات سلوكية معادل الاخيرة دي هي متطبقة طيب نشوفه في ايه الفرق المعادلة السلوكية اللي هي بتقولي مين بيتأثر بمين بتوضح السببية يعني من الذي يسبب يعني اتجاه العلاقة هنا مثلا في المعادلة دي ان الانفستمنت اللي هو الاستثمار هيأثر على التقدم التكنولوجي او المستوى التكنولوجي السائد في الدولة فيبقى السلوكية او السببية ماشى كده ماشى من اليسار لليمين من هنا الهنا من الاستثمار الى التكنولوجي المهم انه هم عندهم سبع معادلات السبع معادلات دول هم خلوهم سبعة واضافوا هذه المتطبقة بسبب انهم عندهم سبع متغيرات السبع متغيرات دي معناه ان لازم يكون عندي عدد المعادلات يتساوى مع عدد المتغيرات فبنقول ان الفن الانتاجي دل في الاستثمار وهنا بيقصوده طبعا الاستثمار الصافي كلما كان في زيادة في الاستثمارات كلما هيكون عندي تقدم وتحسن في المستوى التكنولوجي لانهما طبعا جزء كبير من الانفاق الاستثماري بتاعهم بيكون على البحوث والتطوير طب الاستثمار دا نفسه الانفاق الاستثماري دا نفسه هتأثر بايه؟ هتأثر بالعوائد التي يحصل عليها الطبقة الرأسمالية ليه؟ لان الناس دول كانوا بيوصفوا اللي بيحدث في اوروبا في وقت الثورة الصناعية الاولى فكانوا بيوصفوا اللي بيحدث في اوروبا في وقت الثورة الصناعية الاولى لما حصل الثورة الصناعية في اوروبا كان اللي معهم فلوس واللي بيحركوا الثورة الصناعية اللي كان عندهم أراضي أصلا اللي هما كانوا الطبقة اللي يبنوا عليهم الإقطاعيين وأصحاب الأراضي الزراعية لأن دول عندهم مدخرات مش العمال أكيد يعني لأن العمال كانوا بيعيشوا عند حد الكفاف فاللي كان عندهم مدخرات وعنده أموال يمكن تحولها إلى استثمارات في الصناعة اللي بدأت تتأثر به الثورة الصناعية واكتشاف واختراع المحرك اللي بالبخار والمكان اللي بيدور بقى ونخرج من الصناعات المنزلية والكلام ده هما اللي عندهم مدخرات وهم اللي يقدروا يدخوا هذين مدخرات لتحولها إلى استثمارات طيب الناس دول بقوا يبصوا للعوائد الارضي هي الريترنز اللي هي العوائد اللي هيحصلوا عليها لها الأرباح بقى والعوائد المختلف احنا ليه ما حطيناهاش أرباح لأن هما طبقتين هما يعمالة يرأس ماليين فده الارضي الارضي جواها ثلاث حاجات زي ما هنشوفه دلوقتي فيبقى الاي الانفستمنت هيزيد أو هيقل وفقا لهذه العوائد اللي هي الريترنز طب الريترنز دي دالة في ايه الار دي الكابيتل ار دي دالة في ايه هي ايكوال سمول ار سمول ار تايمز الال والتي هي مش تايمز تايمز يعني مش مضروبة فيها لأنه هي فانكشن اوف يعني فهي هتبقى العوائد بتاعت الطبقة الرأس مالية هتتأثر بي العمالة والتكنولوجي طيب العمالة دي العمالة دي هيكون تأثيرها سالب يعني كلما زادت قوة العمل وعدد العمال ده هيكون اثره سلبي يعني ممكن نحطه فيها اشارة سالبة كده هيكون اثره سلبي على العوائد اللي هتحصل عليها الطبقة الرأس مالية والتي هيكون لها بوزة في امباكت هيكون تأثيرها موجب على العوائد كلما زادت تقدم التكنولوجي ومستوى التكنولوجي اللي هيشتغل به بدل ما الماكنة هتنتج عشر قطع في اليوم هتنتج خمسين قطع فكلما تحسن المستوى التكنولوجي هتزيد العوائد بتاعتهم يبقى واحدة فيهم سالب اللي هي الال اللي هي العمال واحدة فيهم موجب اللي هي التيل اللي هي المستوى الفني طيب العمالة او قوة العمل او مشاركة العمال وانزلهم لسوق العمل هيتأثر بايه الكابتل ال هتقيقل small l times ال W بس هي برضو تاني بأكد هي مش مضروبة فيها انا بقول ان العمالة وقوة العمل تتأثر بيه دل بيه دل فيه تتأثر بيه مستوى الاجور السائد امتى العمال هي قرروا ينزلوا سوق العمل لما يكون مستوى الاجر السائد مرضي بالنسبة له تمام طيب المستوى الاجر السائد المرضي ده زي ما انا كنت بعض اقول لكم يا جماعة حاولوا حتى وانتوا طلبة وممكن تشتغلوا حتى ان شاء الله حتى كول سنتر تشتغلوا معرفش كذا ليه لان انت لما تشتغل مثلا كول سنتر انت ممكن تاخد زي ما قولنا قبل كده من مثلا تلات اربعة تلاف لو انت عربي ستة سبعة لو انت تكلم باللغة الانجليزية والحوارات دي كلها فانت مستوى الاجر ده بالنسبة لك مرضي بس الفرصة دي جات منين من انه في استثمارات مثلا في قطاع السلطة التكنولوجيا معنا زي ما نشوف دلوقتي طيب يبقى انت ممكن تشتغل الفرصة وتنزل لسوق العمل في هذا المجال ان الاجر ده مرضي بالنسبة لك مقبول بالنسبة لك تمام فبنقول يبقى دي قوة العمل هنا والنزول لسوق العمل هيكون دل فيه وتأثر به الاجر السائد طيب الاجر ده نفسه دل في ايه دل في الاستثمارات كلما كان في استثمارات جديدة في قطاعات جديدة كلما كان عندي تغير في هيكل الاجور وزيادة في الاجور طيب المتطبقة بقى اللي هي اخر واحدة اللي هي مش معادلة سلوكية اللي هي الواي اكوال الارب لس ال define نيجي هنا بقى ونقول الواي المفروض ان الناتج اللي هي الواي دي اللي هي الناتج هي نفسها اللي هتحدد الدخل يعني الوي هنا الناتج ده اللي بيقصد بالدخل الدخل القومي للدولة هيكون جزء منه اللي هو مجموعة عوائد عوامل الانتاج بقى هيساوي الار زائد الارض دي فيها تلاتة مع بعض احنا قلنا زمان ان عوائد عوامل الانتاج هي الريع الريع لاصحاب الارض والفائدة لاصحاب رأس المال والارباح لعنصر التنظيم هو الرأس مالي الرجل الرأس مالي هو التلاتة دول في بعض هو صاحب الارض اللي تم عمل المشروع عليها وهو الذي ينظم ويدير وهو صاحب رأس المال فاصبحت الارض كأنها تلاتة في واحد فبقى عندي ان العوائد عوامل الانتاج اللي هي الار بلاس دابليو هي دي فعلا هتمثل الدخل القومي وهتمثل العائد وهتحدد مستوى النمو والتنمية الاقتصادية قبل ما اروح على السلايد اللي بعدها عايزة اسألكم عايزة اسألكم عشان برضو اعرف في الدنيا ايه المعادلات دي يعني واضحة بالنسبة لكم بنسبة كم في المية كده اللي انا قلتها دي انتو رحتوا فين يعني في احراك شوية تقريبا يعني في احراك شوية طيب يعني بنسبة كم عشان عشان يعني نوضح الدنيا يعني خمسين يا دك خمسين قريبا ماشي حتى لو عشرين نقول نعم لو بذ كنابت كل حاجة وكل حرف تعريفه ايه ممكن نكون احنا فيه نفهم شوية طيب حاضر يعني انا احاول يعني اعمل سلايد تانية بعد دي فيها تعريف الرموز دي الحرف ده بيشير لي كذا العشان عقاللي احنا ممكن لو ما نقراها احنا نفهم بيتكلم عبارة عن ايه طيب خلاص تمام اميرة كده برضو حلة الاشكالية طيب في اي برضو سؤال تاني او في اي حاجة تاني والناس اللي قلت خمسين في المية برضو ده حلو على فكرة مش وحش لان انت ما انت معاك الريكورد ومعاك اللي انا قلتوها تسمعي تاني وخلاص وخلصت يعني هتعرفي انا بقول ايه من الكلام ده لكن لو احنا برضو كملنا الموضوع وخلنا زي ما اميرة قالت ان احنا نقول جنبها او في الصفحة اللي بعدها ان الرمز ده بيشير الى كذا الدنيا برضو هتبقى ايصر يعني واكثر سهولة طيب في حد تاني عنده اي اقتراح تاني تمام جاهدو تمام طيب فعلا انا بشكركم لان يعني انا بقول عشان كده عشان كده انا بقى طالب دايما ان لازم يكون فيه فيدباك منكم يعني انتوا لازم تعرفوني الحاجة دي سهلة الحاجة دي صعبة طب لو هي صعبة نبسطها ازاي عشان نحاول نساعد كل الناس يعني بقينا تسعتاشر ما شاء الله يا جماعة بقينا تسعتاشر ايه في الناس نايمة بس يا دكتور والله مش اكتر طايم ساعة تسعة بدري اول وكانوا نايمين يوم الجمعة برضو ما احنا يوم الجمعة كنا من عشرة لاتناشر داك المفرادين بقى من الحارض تاني ماشي انت المحامي بتاعهم طبعا صح زمعي اللي بقى كنت صحيب شكرا نيجي محمود بنقول ان قدم اسميس قدم اسميس فعلا يعني حدد عوامل النمو الاقتصادي وقال انه هما ثلاث عوامل اساسية بيعتمد عليها النمو الاقتصادي في اي دولة العوامل الاساسية دي هي التراكم الرأسمالي تراكم الرأسمالي وقلنا التراكم ده مصدره الاستثمارات الانفاق الاستثماري والعنصر التاني اللي هو النمو السكاني والتالت اللي هو انتاجية العمل وقال ان انتاجية العمل تعتمد على الفن الانتاجي اللي هو التكنولوجي يعني بس لما نيجي نسأل احنا هنقول هما تلاتة ولما نيجي نجاوب ونختار هما تلاتة ماشي يبقى التالت عوامل اللي هما تراكم رأسمالي نمو سكاني انتاجية العمل ما دخلش انا بقى واعتبر ان ده عنصر رابع لانه هو قال ان انتاجية العمل بتعتمد على الفن التكنولوجي او الفن الانتاجي خلاص هم ربطهم ببعض فاعتبر ان دول كده حاجة واحدة يبقى تاني ادم سميس قال هم تلاتة تلاتة دول تراكم رأس مالي نمو سكاني انتاجية العمل طيب وبنقول تاني وبنأكد ان العوامل التلاتة دول ما زالوا ما زالوا حتى في النظريات الحديثة هم محددات اساسية للنمو والتنمية التراكم الرأس مالي اللي عند ادم سميس اللي تكلم عنه اعتبر ان التراكم الرأس مالي او الكابتال اكيوميليشن ده ده القوة الدفع لي الاستثمار او الانفاق الاستثماري لطبق الرأس مالية لان بأكد تاني ان الفكر الكلاسيكي بيعتمد على وصف الفكر الرأس مالي وما حدث في اوروبا في الثورة الصناعية زي ما انتوا هتشوفوا المحاضرة الجاية ان كارل ماركس لما جي انتقد الفكر الكلاسيكي خبط فيه النظام الرأس مالي وبدأ يقول ان ده نظام سيء وانه هو كذا وانه هو كذا وبدأ يوصف مدى توحش الرأس مالية ومدى يعني مدى تعديها على حقوق العمالة لكن احنا في الفكر الكلاسيكي احنا بنوصف ما قاله الكلاسيك في وصف التنمية والنمو في ظل نظام الرأس مالي ماشي طيب قال برضو قال ان هناك ارتباط بين معدل استثمار ومعدل نمو الناتج يعني زي ما احنا بقول ان الكابيتل او التراكم الرأس مالي كابيتل اكيوميليشن قال برضو ان ما احنا قلنا ان ده مصدره الاستثمار يبقى الاستثمار ونمو الناتج في علاقة منهم وده طبيعي طبعا بحيث اذا توقف الاستثمار يتوقف نمو الناتج وتوقف التراكم الرأس مالي فاحنا برضو ممكن نعيد ترتبا نقول اذا توقف الاستثمار توقف التراكم الرأس مالي وتوقف نمو الناتج ماشي هنجيب الاستثمار منين احنا هنجيبه منين الادخار الادخار اللي هو الطبقة الرأس مالية وهو ده اللي هيكون مصدر لتمويل الاستثمار وهو بذلك بيفطرد بيفطرد ان كل الدخار يتحول الى استثمار ولن يحدث فجوة بينهما يعني مش هيبه عندي فجوة موارد محلية زي ما احنا هنشوف في الفصل بتاع تمويل التنمية وان فجوة الموارد المحلية هتخليني اضطر الى الاقتراض من الدول ومن المؤسسات الدولية زي الصندوق والبنك الدولي هو بيقول في الوقت ده مفيش فجوة ليه مفيش فجوة ادم اسميس بيقول ليه مفيش فجوة لان كل الدخار هيتحول الى استثمار لان اللي بيقوم بالاتنين هم طبقة واحدة هي الطبقة الرأس مالية طيب النمو السكاني هو برضو فيه علاقة قوية بين زيادة عدد السكان وزيادة معدل نمو القوى العاملة وقال ان نمو السكان في الاجل الطويل مرتبط بالمستوى المادي الكافي للمعيشة يعني الناس دي لما تعيش بمستوى معيشة مقبولة هتقدر تهتم بالرعاية الصحية بتاعتها هتقدر ان هي يكون عندها يعني تحسين في المهارات بتاعتها وفي انتاجيتها فبالتالي هيزيد قوة العمل وهيزيد مساهمتهم في العملية الانتاجية فهو ربط نمو السكان في الاجل الطويل على مدى وجود مستوى مادي كافي لمعيشة هؤلاء السكان طيب انتاجية العمل اللي احنا قلنا عليها للعنصر التالت في عناصر النمو قلنا ان انتاجية العمل هو قال ان تقسيم العمل بقى اللي احنا قلنا عليه في الاول تقسيم العمل هيلعب دور كبير في زيادة الانتاجية وده مقبول طبعا بالنسبة لنا احنا مش هنقدر نعترض عليه لانه فعلا كلما كان فيه تخصص اكتر ده بيحسن مهارة العمالة وبيرفع الانتاجية وان التقسيم العمل لا يشمل المعنى العادي والضيق للتقسيم العمل فهو بيقصد به التحسن في مهارة العمال والقدر المتوفر من الجهد والوقت المبزولين تمام وهو ربط كلام ده برضو بمستوى الفن الانتاجي ومعدل التجديد في الالات والمعدات والاستثمار الصافي طيب في واحد تاني في واحد تاني بقى هقف عنده وسألكه برضو اسمه مالسس الرجل ده قال هي الموضوع مش التلات عناصر بس الاساسية اللي قال عليهم ادم اسميس لأ ده في عوامل اساسية جدا ومهمة لابد وان تضاف الى ما قاله ادم اسميس قال ان هذه العوامل ترتبط بالسياسة والاخلاق قال هي مش عوامل اقتصادية فقط وان لابد لأي دولة عشان يحصل فيها نمو وتنمية حقيقية لابد ان يتوفر لديها استقرار سياسي وتوفر لديها اخلاقيات وقيم ايجابية تدعم عملية النمو والتنمية ماشي طيب تعالوا بقى اسألكو في دي قبل ما نشوف ريكاردو بيقوليه ايه رأيكم هل النمو والتنمية يحتاج فعلا الى اخلاق قيم اخلاقية يعني مالسس ده مالسس ده السبب اللي خليه قال كده انه هو تربى تربية دينية هو تأثر بالقيم الدينية في الكنيسة فرأى ان النمو والتنمية محتاجين فعلا لان الناس تكون عندها قيم اخلاقية ولان هو لقى ان الفكر الرأسمالي بيتجه الى العولمة والعلمانية رغم من العولمة دي لسه ظهرة في السنوات اللي هي مع الاسمار اجنبي المباشر وعولمة اقصادية وعولمة ثقافية والحوارات دي لكن الطبقة الرأسمالية في الوقت ده بدأت ان هي تفكر في التوسع وانها تكتاح الدول النمية زي ما هيجي كارل ماركس وانتقد فيهم وان هي تزود الاسواق بتاعتها وتبقى مش على قد حدود الدولة بس تخرج الى العالم الخارجي بهذه الاستثمارات فايه رأيكم هل فعلا هل فعلا انا عشان نعمل نمو حقيقي وتنمية حقيقية زي ما انا هستثمر في التعليم زي ما اميرة قالت وزي ما انتو قلت وحسن التعليم وحسن جودة الرعاية الصحية هل ايضا نحتاج الى تحسين مستوى الاخلاق والقيم تفضل مين اللي رفع ايده مين ان كده مين نور تفضل يا نور نور حال هو اه محتاج اخلاق اكيد بس الاخلاق دي مش شرطة تكون من الدين يعني كل دين مليء لي يعني بواعده واخلاقه وكده فمش كل دولة هتمشي على دين معين او اخلاق معين لا يعني اقف عندك بقى وافهم مش الاديان دي كلها اديان سماوية سواء كانت الاسلام او المسيحية او اليهودية مش كلها اديان سماوية فمجرود ان هي كلها كلها بتدعو الى حاجة واحدة صح القيم هتلاقيها واحدة فالغريب واللافت للنظر ان انت لما تيجي تلاقي دول زي الهند وزي الصين اللي هم معظم السكان فيهم مش عندهم اديان سماوية الهندوسية والبوزية والمعرفش ايه والحاجات اللي عندهم دي ورغم كده عندهم قيم ايجابية صح? يقدسوا العمل يقدسوا العمل ان الدول حتى في اوروبا الناس حتى لو ما كانتش بتلتزم بالزهاب الى الكنيسة او ان هي مثلا تلاقي ناس كتير منهم يقولك اي دون تبليف ان ما عندوش ما بيعتقدش في اي دي من الاديان لكن عنده قيم تأثر بها في التنشيئة بتاعته ان هو مثلا ما يجذبش ان هو مثلا يحترم الاخر يحترم قناعات الاخر وهكذا فانا مش بكلم عن الدين كدين ان الناس كلها لازم تبقى انا بقول ان الدين هيؤثر الدين هيخلي الانسان عنده استقرار نفسي واستقرار روحي وهو ده اللي خلى حتى كثير من رجال الدين حتى في اوروبا بقوا يحاولوا ان هما يروحوا للشباب في اماكن تجمعاتهم في النوادي وفي الكلام ده ان هما يقولوا لهم يا جماعة انتوا يعني نحتاجين برضو لشيء من استقرار الروح واستقرار النفس وان ده مش هيتحقق الا لما يكون كل ما تحصل عندك او عندك اي مشكلة ان انت تلاقي حد تلجأ له ان انت تلجأ الى الله فعلا فايا كان المكان اللي الشخص هيصلي فيه بقى سواء كان المسجد او الكنيسة او حتى المعبد فهو في الاخر هيلجأ الى الله فهل ده هيفرق ويأثر على قيم الناس الايجابية في العمل وفي المهارة وفي استثمارهم في نفسهم هل الناس لما يكون عندها يعني مرجعية دينية هيبقى عندها مثلا حسن ظن في الله سبحانه وتعالى هيبقى عندهم ثقة في انه هما اي حاجة سيئة بتمر بيهم انها مرحلة وهتعدي وان هي يعني يكون عندها امل امل في الحياة طيب يعني انتو موافقين ولا معترضين موافقين طبعا اه موافقين يكون دي صحوك وتمر وعاده ويرجع يكمل تاني ايوة لان فعلا ده بيخلي الانسان حتى اكثر اتزانا واقصر ايجابية في تعامله مع اي حاجة حتى لو مشكلة بيمر بيها صح؟ ايبقى هو السلام الروح اللي حضرتك بتتكلمنا عليه ايوة تمام شكرا ليكو جدا طيب يبقى فعلا احنا بنتطافق بنتطافق مع مالسس دوان في الفكرة اللي هو قالها ان التمسك بتعليم الدين بيؤثر في الافراد تأثيرا غير عادي وبيدفعهم الى اظهار مواهبهم والعمل بجدية وده هيكون لي اثر ايجابي على النمو الاقتصادي يبقى احنا بنتطافق معاه رغم ان هو كلام ده قاله في بداية الصورة الصناعية وفي بداية النمو التنمية في اوروبا لكن احنا ما زلنا في وقتنا الحالي بنقول ان ده برضو مهم طيب الاستقرار السياسي مهم ايضا لان ده بيتمثل في الانصر الامن والامان في اي دولة نعم يا فن الجزية بتعملها مالها مالها انا مكملة فيها حاضر اخذ بس الكريم بالاول دي اه خلاص انا شكا يا دك انا برفع الكلام ده انتوا 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 انسيتوا ولا ايه مش انا برفع لكم الملف البي دي اف ده اصلا على التيمز عشان بكتب انا حضرتك بس كده وانا اه. طيب ماشي انت برضو بعد ما نخلص بتلاقي على جنرال يعني ادخل على تيمز تاني هتلاقي في جنرال هتلاقي فيها كل الماتيريال اللي احنا بنشرح منها. هتلاقي كل الباور بوينت ده. هتلاقي نفسها انا رفعها لوحدها كده كتابة. فاهم قصدي? اه فادخل على جنرال هتلاقي فيه حاجة اسمها هتلاقي فيها بقى البي دي ايف بتاع المرة اللي فاتت واللي قبلها والمرة دي كده يعني. طيب فبنقول بقى بنقول ان فعلا فعلا الاستقرار السياسي ده مهم جدا. وان اه وان هو بيؤثر على اه رغبة الافراد في العمل وفي الانتاج. وزي ما انتم شفتوا ان اه الغرب الغرب بعض دول الغربية لما ارادت ان هي تنشر افكار كده في منطقة الشرق الاوسط وتقول لك الفوضى الخلاقة وكندليزا رايس وشركاها. وفعلا للأسف يعني شقلبوا حالة الشرق الاوسط. وزي ما انتم شايفين حوالينا مثلا يعني دولة زي ليبيا ولا العراق ولا كذا ولا سوريا ولا معرفش ايه. فطبعا وضع يعني مخيف ومحزن. فكل من ننظر حولنا فعلا بنتأكد من اهمية الاستقرار السياسي لان الدولة اي دولة عشان تبني وعشان تعمل مشروعات بنية اساسية وتستثمر في التعليم وفي الصحة وفي الكلام ده فاكيد محتاج استقرار سياسي. فده كان مطلب ضروري في بداية الثورة الصناعية وما زال مطلب ضروري حتى وقتنا الحالي. واكيد انتم لما شفتوا مثلا يوم السبت اللي فات اللي هو موكب المميوات اللي هو اتنين وعشرين ممياء اه تم نقلها من المتحف المصري الى المتحف آآ يعني الكبير في الفسطات او المتحف القومي للحضارة في الفسطات شفتوا قد ايه العالم كله العالم كله كان بيتابع ان ان مصر بتقولي الناس كلها احنا مصر احنا مصر قوية احنا مصر اللي عندها حضارة احنا يعني احنا مش مش شعب قليل احنا شعب جدير بالاحترام. ان احنا مش احنا بنبني بلدنا بنبني بلدنا وبنعمل طرق وكباري ومعرفش ايه اللي الناس عملت التاريق عليها وتقول لك كباري في كل حتة. بنعمل طرق وكباري وبنعمل صناعات وبنعمل تمويل عقاري عشان كل الناس بدل ما تدفع ايجار جديد يبقى عندها المبلغ اقل من قيمة الايجار وتملك هذه الوحدات في خلال تلاتين سنة وفي نفس الوقت احنا لا ننسى لا ننسى التكريم التكريم لكل ملوك مصر اللي حكموا مصر وخلوا مصر قوية في كل العصور. ايه قدت هتقول ايه يا فندم اتفضل. سرعة دكتور بسيت والله. طيب فاحنا فعلا احنا فعلا يعني كان منظر رائع جدا حتى لما شفنا رئيس الدولة وهو واقف عند يعني باب المتحف بيستقبل الملوك. الملوك اللي شوف بقى لهم الاف السنين رمسيس التاني ورمسيس مش عارفة. يعني الملوك كلها بكل اسميهم بقى الاتنين وعشرين ممية يعني دول ملوك حكموا مصر وصدوا عند مصر اعتداءات كتير قوي. فكان فعلا يعني حاجة حاجة يعني راقية جدا وحاجة ايجابية جدا لصالح شعب مصر. ان احنا نقول ان ان زي ما الناس دول كان عندهم قيم وعملوا حضارة. اه ان العالم كله لغاية دلوقتي مش عارق مش قادر يفهم كتير من الغزها. فاحنا برضو شعب مصر ما زلنا بنبني وهنعمل برضو حاجات تخلي العالم كله يدرك ان احنا شعب جدير بالاحترام. تمام? طيب فبنقول بنقول ان ان مالس دول لما قال الكلام ده اه كان عنده نطة بس كده مش مش مقبولة اللي هي النظرة التشاؤمية اللي غالة بتعالى تحليله. وقال قال ان اه ان القانون بتاع تزايد الغالة اللي قال عليه ادم اسميس ده مش هينطبق زي ما ادم اسميس قال عليه. وقال ان هيظهر حاجة اسمها تناقص الغالة. وقال ان الموضوع هينتهي هينتهي الى وصول النمو والتنمية في الدول الرقصة المالية الى حالة من الرقود. ودي هيكدها برضو على فكرة ريكاردو لما هنشوف ريكاردو دلوقتي في الافكار بتاعه. فكل اللي همينا في مالس دول انه هو قال ان احنا محتاجين استقرار سياسي ومحتاجين قيم واخلاق مع العناصر الاقتصادية الضرورية للتنمية. ماشي? طيب بنقول ريكاردو بقى ريكاردو لما جي تكلم عن النمو والتنمية. ريكاردو قال ايه بقى? آآ قال ان انا مش هختلف كتير عن آآ الناس اللي قابلي. ان الافكار بتاعة ادم اسميس ومالس دي انا مش هختلف كتير عنها. وآآ وقال ان آآ فعلا هو بي يرى وبيعتقد ان الاقتصاد هيوصل الى يعني حالة من الركود او السكون. واحنا برضو مع التاريخ قال كده. التاريخ بيقول لنا ان في التلاتينات من القرن العشرين فعلا حصل ازمة اللي هي الازمة يعني الاقتصادية اللي هي سموها الكساد العظيم. حصلت فعلا في الدول الرأس المالية. ولما حصلت هذه الازمة آآ وقف الاقتصادين كلهم وقالوا هو ليه الفكر الكلاسيكي ما مش عارف يحل الازمة دي. وظهر بسبب هذه الازمة الافكار بتاعة جون ماينار ديكنز وبدأ يتكلم عن اهمية تدخل الدولة واهمية السياسة المالية وكلام دي. يبقى الكلام ده فعلا تاريخ اثبت ان ده فعلا حصل. حصل حالة من الركود او السكون. طيب. وكان قانون تناقص الغلة. تناقص الغلة اساسي في بناء نظرية ريكارد. تمام? وكان لتأثير على افكاره على النمو. يبقى تاني بقى عشان برضو الاسئلة. اللي قال تناقص غلة ريكارد. وايضا مالس. اللي قال تزايد غلة كان ادم اسمس. ماشي كده? طيب. بنقول ان قانون تناقص الغلة هنا قالوا انه هو هيظهر بسبب الزيادة المستمرة في السكان. ولما يزيد السكان ده هيزيد الطلب على المنتجات والمواد الغذائية. فبالتالي بالتالي الارض الزراعية مش هتكفي. مش هتكفي. وان كمان ادم اسمس اه لما يعني ما ما اشارش الى هذا التحليل. ولكن ريكاردو لما اشار لي قال ان ان هو هيمتد ايضا قانون تناقص الغلة الى الصناع. ما قالش ان هو هيأثر في قطاع الزراعي فقط. بسبب محدودية الارض الزراعية. قال لا ده كمان قانون تناقص الغلة ده هيمتد اثره الى الصناع. طيب ريكاردو آآ قال ان فيه تلت فئات يعني ادم اسمس قال تلت عناصر صح? ادم اسمس قال تلت عناصر اساسية لنموة التنمية. ريكاردو قال تلت فئات. يبقى فئات بتاعة ريكاردو. العناصر بتاعة ادم اسمس. التلت فئات المهمة لاحداث النموة التنمية عند ريكاردو هم الرأس مالي والعمال واصحاب الاراضي. تمام? اللي ادم اسمس قال عليهم كانوا عناصر ما كانوش فئات. والعناصر اللي كانوا عند ادم اسمس قلنا عليهم وبأكد تاني اللي هم كانوا تراكم الرأس مالي وقوة العمل وايه? وايه حد فاكر? العمل يا دكتور. ايه? انتجية العمل. انتجية العمل. تمام شكرا لي. فبنقول بنقول يبقى هنا ده قال تلت فئات اللي هما الرأس ماليون والعمال واصحاب الاراضي. طيب وقال برضو اكد على اهمية الرأس ماليين. قلنا لان الشخص الرأس مالي ده هو اللي عنده المدخرات وهو اللي عنده الاموال التي يحولها الى استثمارات وهي دي اللي بتوجد فرص العمل. فبيقوم الرأس ماليون بالدور الاساسي في عملية النمو والتنمية زي ما قلنا من خلال استخدام ودخراتهم في تمويل الاستثمار. بس ده بشرط ان معدلات الارباحهم معدلات الارباح مجابة. وكلما كانت الارباح مجابة ومحفزة فهيزودوا من انفاقهم الاستثمار. ماشي? واعتبر ان العمال هم الفئة الاكثر عددا والاقل اهمية في عملية النمو. ريكاردو اضاف حاجة تانية مهمة جدا اه وضرورية جدا. قال انه فيه هناك مصدر اخر للنمو. مصدر مصدر مش فئة. يعني زي ما كان ادم سميس بيقول تلات مصادر. هو كده اضاف مصدر رابع للمصادر التلاتة بتوع ادم سميس. المصدر الاخر للنمو هو التجارة الخارجية. اعتبر ان التجارة الخارجية. ريكاردو بقى هو اللي اعتبر ان التجارة الخارجية وسيلة لتمويل التنمية. وتكوين رأس المال. وقال مش الواقع بيقول ان عوامل الانتاج غير قابلة للتنقل بسهولة بين الدول. يعني مفيش هجرة عمالة ولا انتقالات رؤوس اموال ولا الكلام ده زي ما بيحصل دلوقتي. زمان كان الكلام ده ممنوع. فقال خلاص. يبقى ننقل السلع. نخلي السلع هي التي تنتقل من خلال التجارة الخارجية. ففي الظل بقى مبادئ الحرية الاقصادية وحرية التجارة. فقال ان كل دولة تستطيع انها تتخصص من خلال الميزة النسبية. فيه انتاج السلع التي تنتجها بنفقات نسبية اقل. وده هيزود الدخل للدولة. وهيحسن نمو التنمية. آآ ريكاردو ايضا لفت النظر لحاجة جديدة ما قالش عنها الكتاب اللي قبله. قال اهمية الضرائب في تمويل النمو الاقصادي. ورغم انه هو اشار الى اهمية الضرائب في تمويل النمو الاقصادي. الى ان هو برضو اكد على حقيقة مهمة. قال لهم بس خلي بالك. هو مين اللي هيدفع ضرائب? اكيد مش العمال. اللي هيدفع ضرائب هيكون الطبقة الرأس مالية. فلو الطبقة الرأس مالية هي لا تدفع الضرائب فيجب عدم زيادة المعدلات على الارباح. يعني من بلغش في الضرائب. حتى لا تعوق التراكم الرأس مالي والنمو. لان كده لو انا زودت الارباح بشكل مبالغ. السوري الضرائب بشكل مبالغ فيه على ارباح الرأس ماليين. فممكن هي ايه اللي الحافز لديهم للاستثمار. وده هيقلل عملية التراكم الرأس مالي وهيقلل النمو. تمام? طيب. بنقول. آم يعني اللغاية كده انتو كده الدنيا واضحة بالنسبة لكم. انا تمام. تمام? طيب. انا يعني يعني انا حاول نتكلم عشر دقايق كمان. نشوف بس كارل ماركس قال ايه? عشان نعرف مدى الاختلاف في تحليل النمو والتنمية بينهم وبين الكلاسيك يعني. فبنقول ان كارل ماركس لما جيه تكلم في النمو والتنمية آآ اول حاجة انتقد. انتقد نظام الرأسمالي. انتقده بشدة يعني. فاول حاجة لازم نفهمها ونعرفها عشان برضو عبارات صحة وخطأ والكلام ده. ان ماركس اهم ما يعرف به اللي هو نقده الشديد وانتقاداته لنظام الرأسمالي. ليه? لان كارل ماركس قال ان نظام الرأسمالي بيستغل العمال. وقال ان العمال يعني لازم بقى يكون لهم موقف. وان العمال يعني لازم يعني يعملوا جاهدين الى زوال النظام الرأسمالي واحلال النظام الاشتراكي. ده اللي قاله كارل ماركس. وده طبعا يعني ما حصلش. يعني احنا شفنا حتى في الدول الاشتراكية بدأت هي نفسها تتحول الى نظام رأسمالي. وشفنا ازاي ان امريكا يعني بزلت مجهودات غير عادية عشان يعني تعمل على هدم الاتحاد السوفيتي السابق وتحويله الى الجمهوريات السوفيتي السابقة واللي فضل يعني صامت فيهم كده اللي هي روسيا الاتحادية اللي هي دولة قوية واحدة. لكن بقية الجمهوريات التي انفصلت تعتبر يعني دول صغيرة يعني. فالمهم الواقع بيقول الواقع بيقول ان ما حصلش الكلام ده. وان ما حصلش زوال النظام الرأسمالي. ما زالت الرأسمالية هي التي تسيطر على العالم. ما زالت الرأسمالية هي التي تحرك الشركات اللي هي المالتي ناشنال كوربريشنز الشركات متعددة الجنسيات. هي اللي غيرت خرائط الانتاج وثلاثل القيمة العالمية والتخصص وتقسيم العمل الدولي من خلال سيطرة الرأسمالية على الانتاج العالمي وليس بس يعني الانتاج المحلي في دول لهم يعني. بنقول ان في تفسيره للنمو الاقتصادي كارل ماركس قال ان هو يقسم المجتمع الى طبقتين. مش ثلاثة زي ما قال ريكارد. يبقى هو قسمه طبقتين فقط. الطبقة الاولى هما الرأسماليين اللي بيملكوا عوامل الانتاج مقالات والارض والتنظيم والكلام ده. طبقة تانية هما العمل الذين يملكون سواعيدهم فقط او قوة عملهم. اه من اهم النقاط اللي انا يعني عايزاكم يعني تبقى واضحة بالنسبة لكوا ما عند كارل ماركس ان هو يعني اشار الى مصطلح جديد اسمه فائد القيمة. وفائد القيمة ده يعني هو وضح ان ان فائد القيمة ده هو الفرق من قيمة الناتج الكلي واجمالي الاجور يعني ده غير القيمة المضافة فائد القيمة اللي اشار ليه كارل ماركس غير القيمة المضافة اللي احنا بنعدرسها في الاقتصاد الكلي فائد القيمة عند كارل ماركس هو زي ما قلنا الفرق بين قيمة الناتج الكلي واجمال الاجور وده اللي بيحصل عليه الطبقة الرأس مالية فهو بيساوي بيساوي الفائدة والريع وارباح هذه الطبقة. يبقى السورب لسوف فاليو ده اللي هو فائد القيمة ده هو عبارة عن الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم من شوية اللي هما الفايدة والريع والارباح وماركس بيقول بيقول ان فائد القيمة ده بيستولي عليه الطبقة الرأس مالية وانه ده يجب ان يذهب الى العمال لانه هما المنتجين الحقيقيين لكل القيمة الاقصادية وبيقول ايضا ان حتى رأس المال رأس المال الذي يمتلكه الرأس الماليين هو ده من انتاج العمال فيجب ايضا ان يكون من حق العمال طيب يبقى كده هو ايه يعني معطرد تماما على وجود الطبقة الرأس المالية بيرى ايضا بيرى ايضا ان فائد القيمة ده هو الهدف هو هدف الرأس المالية ما فعلا هو الهدف هو الهدف الرأس المالية هي زيادة العوائد التي يحصلون عليها وهذه العوائد هي الثلاث عناصر اللي احنا قلنا عليها فدايما هيكون ده المطلب الدائم لهم من خلال زيادة معدل استغلال العمال هيستغلوا العمال ازاي هو بيقولي اما يخلوهم يشتغلوا ساعات اضافية لزيادة الانتاج او هيخفضوا اجورهم الى حد الكفاف عشان يخفضوا تكلفة الانتاج فهو شايف ان في كل الاحوال في استغلال لطبقة العمال وصار على هذا النهج ويعني مؤكد عليه الكتاب الماركسيين زي انجلز و لينن وغيرهم قالوا ان النظام الرأس المالي فعلا بيقوم على فكرة الاستغلال في داخل الدولة وحتى في ظل الرأس المالية الدولية يعني بدأوا هم حتى يتكلموا رغم ان ما كانش لسه شافوا العولمة وتوحش العولمة قالوا ان هيبقى فيه رأس المالية دولية وقالوا ان هذا الاستغلال سوف يخرج من حدود هذه الدول الى بقية دول العالم وقالوا ايضا قالوا ان التجارة الخارجية هتلعب دور مهم في خروج رأس المال الى الدول الاخرى الاقل نمو والدول دي هيكون لديها فرص جيدة لنمو تحقيق الارباح هو هيخرج الاول في شكل سلع ومتاجات زي ما ريكاردو قال ان هو يوسع السوق بتاعه بدل ما بيسوق في بريطانيا فقط لا يسوق في بريطانيا وفي الدول المستعمرات زي مصر والهند وهكذا بعد كده هيبدأ ينقل رؤوس الاموال ويبدأ ان هو كمان ينتقل الى اقامة يعني مشروعات بقى في دول اخرى فبنقول ان الاستعمار الاحتكاري دي مرحلة اللي عبر عنها لينن وقال ان المرحلة الاخيرة للرأسمالية هي الرأسمالية المحتكرة حيث تؤثر رؤوس الاموال الاحتكارية الضخمة على العالم وتقسمه الى مناطق تابعة لها وده اللي هم تنبأوا به الفكر الاشتراكي وكارل ماركس وتلميزه يعني والفكر الخاص به وده فعلا ده دي حصلت ومازالت بتحدث عايزة بقى يعني اعرف لو في عندكم اي تساؤلات انا كده يعني خلصت الجزء اللي عايزة اقوله لكم النهاردة اه وهحاول ان شاء الله بعد ما نخلص ارفعه لكم على تيمز زي ما اتفقنا اه هل في عندكم اي تساؤل في اللي احنا قلنا هل لو جبنا عبارات صحة وخطأ او اختيار متعدد في اسامي العلماء دون مثلا ان انا اقول يعني مين اللي قال مثلا اهمية الاخلاق والدين هل هو كارل ماركس ولا ادم اسميس ولا كذا هل هنعرف هيبقى تمام اه اتمنى برضو اتمنى لو في اي حاجة مش واضحة بالنسبة لكم حاولوا تجمعوها بحيث ان انتو لو في اي اسئلة تسألوني فيها المحاضرة القادمة ان شاء الله او حتى في اللقاءات الشهرية اللي بنتقابل فيها في ناس رفعها حديها اللي هي نورهان كمال ومريم محمد ما عارف شوما نسين رفعين ايديهم احنا بقينا تسعتاشر اهو ودي اسامي الناس اللي حضرة عشان برضو الناس دي انا هحط لها يعني جزء من النقاط بتاعت اعمال السنة عشان استبقى واضح بالنسبة لها وانا برضو ما زلت هدي الفرصة للناس اللي مش بتحضر ان هم ممكن يعوضوا ده بتكلفات هطلبها منهم لان ما مقدرش ساوي الناس ببعض يعني فهل هم عندهم اسئلة نورهان كمال ومريم ولا ناسين ايديهم مرفوعة من ساعة ما كنا بنسأل شوية انا مش عارفة نزلها بس مش عارفة نزلها تمام طيب شكرا لك ايه يا فندم اتفضلي حضرتك قلت لنا يوم الجمعة اللي فاتت على بحث تمام هو ممكن ايدي حضرتك الطلبة تانية معلش ايوة انا قلت ان انا في تقرير التنمية البشرية كنت رفعته لكم على تيمز اللي هو عشان نعرف منه فعليا ازاي بيتم تصنيف الدول وترتبها وفقا لمؤشر التنمية البشرية وقلت لكم انا رفعه لكم عشان كنت انا سمع كده بداية كلام انها يبقى فيه اعمال سنة فقلت لكم انكيس لو حصل ده فعلا وبقى ده حقيقي فيبقى التقرير ده هنطلب منه حاجة زي ما طلبت من طلبة الانتظام صح ففعلا لما طلع القرار انه هيتم تفعيل الكلام ده وانه ده بقى اصبح حقيقي فقلت لكم خلاص يبقى التقرير عندكم اهو فعليا احنا رفعين وجهزين فعايزة منكم كل واحد يكتب تقرير في صفحة صفحة واحدة يعني only one page مش اكتر من كده عن اربع دول ويبدأ الصفحة بايه هو مؤشر التنمية البشري ايه المكونات بتاعته يعني يقول لي ان مؤشر التنمية البشري ده اللي بيصدره البرنامج الانمائي لأمم المتحدة وانه بيعتمد على ثلاث مؤشرات فرعية اللي هي زي ما قلنا العمر المتوقع والمعرفة والمعرفة دي اللي هي من خلال التعليم وكذا والعنصر التالت اللي هو مستوى دخل الفرد اللي هو مستوى معيشة الافراد من خلال الدخل اللي يحصلوا عليه ونختار اربع دول قلنا لان التقرير مصنف الدول دول ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا ودول ذات تنمية بشرية مرتفعة والمستوى التالت متوسطة والمستوى الرابع لها منخفضة فقلنا هنختار اربع دول من كل مستوى وفقا لأسامي كل واحد من حضراتكم يعني مثلا اميرة اميرة جمعة مثلا فاميرة هتاخد مثلا دولة انا بس بعمل المسال عليكي مالش هناخد مثلا الدولة اللي هي المرتفعة جدا على حرف الالف مثلا ماشي فنختار من المجموعة اللي هي مرتفعة جدا دولة على حرف الالف تبقى دي عنده اميرة نختار دولة على حرف الميم تبقى عنده مريم وهكذا الفاميلي نيم او الاسم التاني عندها مثلا جمعة جيم فنختار دولة برضو على حرف الجيم في المستوى بقى اللي هو اللي بعده يعني مثلا دولة اللي هي مرتفعة فقط تمام وقلت وروني عينة عشان اشرح عليها يعني حد يكون عمل حاجة بعته هاري على تيمز واقول اه ده عمل كده صح لا ده غلط في كذا لا المفروض كنا نعمل كذا كده يعني فانا مستنية اي حد منكو يرفع اي حاجة وممكن اوضح عليها برضو المحاضرة الجاية واقول هو كان موفق بنسبة كم في المية وانه هو كان عنده مشكلة بنسبة كم في المية عشان يعني وده طبعا حتى لو اخطأ على فكرة مش هنقدر نخصم منه درجات لان هو لسه بيتعلم احنا بنقول احنا الخطأ بالنسبة لنا في المرحلة دي ده مقبول لان احنا لسه اول مرة تجربه حاجة زي كده فحتى لو اخطأ فهو هيكون من حقه يعني الدرجة كاملة لكن احنا هنوضح لبقية الناس يعني طالما بقى اخدنا نموذج للناس اللي اخطأت وشرحنا عليه اللي بعد كده بقى لازم يعمل صح فاهمين قصدي؟ دكتور بعد اذنك وانت حضرتك هتطف على انيويك ولا هتطف على الجنرال؟ على الجنرال على الجنرال انا اي حاجة برفعها لكم حتى المحاضرات دي بحولها البيدي اف الباور بوينت وبرفعها لكم على الجنرال عشان برضو يبقى عندكم غير الفيديو ونفسه ريكورد يبقى عندكم الملف اللي مكتوب برضو نسخة منه فهتلاقيها برضو التقرير في جنرال هو الكلاس ماتيريالز فانتوا في التقرير ارجعوا بس للجزء الاخير اللي فيه جداول والاحصائيات طلعوا منه اربع دول فقط واقولوا بس الترتيب بتاعهم ايه يعني مثلا على سبيل المثال مصر والهند مثلا في الفئة اللي هي متوسطة التنمية البشرية في المستوى التالت هل احنا والهند اخدين نفس الترتيب اكيد لا فالطلبة بتوع الانتظام انا طلبت منهم على سبيل المثال ان هم يقرنوا لي بين مصر والهند ومدى تغير ترتيبهم في السنوات الخمسة الاخيرة ففيه ناس بدأت تبعتلي قالتلي الهند كترقم كذا وبقت كذا ومصر كترقم كذا السنوات الخمسة الاخيرة دي يعني هرجع لورى خمس سنين وفقا لاخر تقرير يعني مثلا لو انا في عشرين واحد وعشرين واخر تقرير موجود معاكي مثلا لغاية عشرين عشرين أو عشرين تسعتاشر يبقى تسعتاشر تمنتاشر سبعتاشر ستاشر هرجع لخمس سنين فده اللي هم عملوه وفيه ناس بدأت تبعتلي فعلا من امبارح فبقول ان لو انا هقارن عبر الزمن هشوف مدى تقدم الدولة او تأخرها في تحقيق التنمية البشرية اللي مطلوب منكو اللي هو مش عبر الزمن بقى لا قطاعيا ان انا اخد في سنة واحدة اخد اربع دول ليهم اداء مختلف في التنمية البشرية واشوف الدول دي هي ايه وايه سبب الفرق يعني هل السبب ان دخلهم اعلى ولا التعليم عندهم افضل ولا الرعاية الصحية هل عندهم افضل يعني اللي مدي الدولة دي نقطة تميز او نقطة قوة يعني ماشي ونجرب نجرب حتى لو غلط يعني جربوا اكتبوا صفحة كده وبعتوا هالي ومحمود يعني حتى لو هتبعتها لي على الواطس يا محمود يعني حتى لو حتى لو الناس خايفة حتى لو حتى لو حتى بعتها لك او انت نفسك عملتها بعتها لي على الواطس بحيث ناخدها كديمو كديمو نشرح عليه اه ان احنا العمل ده موفق بنسبة كم في المية ومش موفق بنسبة كم في المية وهندي المهلة دي مثلا نقول لمدة لغاية الاسبوع الجاي من بعد الاسبوع الجاي وبعد ما انا اشرح الديمو اي حد بقى هيعمل التقرير غلط هنخصم منه درجات حبايب كده ولا ايه حبايب كده تمام طيب شكرا لكم جدا وطبعا يعني انا يعني هتقبل اي اقتراحات منكم لان حكاية ان يكون فيه اعمال سنة دي اكيد يعني فيها برضو عمل اتقلق بالنسبة لكم ففي كل الاحوال اللي فيه مصلحتكم ان شاء الله هنحاول نعملو باذن الله يعني ماشي طيب انا بشكركم جميعا وشوفكم على خير الاسبوع الجاي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة